ذكرت مديرة دارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بالإنهمة في ديوان المحاسبة خول الحذران أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات الوقائية المتابعة في مختلف جهات الدولة نتج عنها ورود طلبيات شراء متشابهة من عدة جهات لا سيما تلك المتعلقة بالمواد المعقمة وبينت الحذران أنه من تلك الطلبات المتشابهة طلب شراء المعقمات الواردة من وزارة الدفاع وبعد أن أبلغت ديوان وزارة الدفاع بضررة التنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن نظرا إلى انخفاض عرض السعر المقدم لوزارة الصحة عن عرض السعر المقدم لوزارة الدفاع سحبت وزارة الدفاع أوراق الموضوع وأعادت عرضه على الرقابة المسبقة مما ساهم في توفير نحو 400 ألف من المال العام للدولة عن الطلب السابق